شكرا جمانا أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاتثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين كما وجه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرى خلال سبتمبر الجاري وتتضمن الحزمة الاستثنائية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرى واحدة وإضافة 200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها أدى المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمينة دستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهورية بمدينة العالمين الجديدة وأوضح المتحدث مثل الرئاسة أن الرئيس السيسي منح المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعميم ناقلة الوقود أفينيتي والتي جنحت بالكيلومتر 143 تلقيم قناة بسبب عطل فنية بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنحها وأوضحت هيئة قناة السويس أنه فور وقوى الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع ومراقب الملاحة وتم تنصيق مع مكتب تحرقات تأبور توفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بخمس قطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قتال نشب قرب محطة زابورجي النووية وعلى طول جبهات القتال في الشرق والجنوب يأتي ذلك فيما تبدأ بعثة الوكالة الدولية للطاقة الزرية زيارتها للمحطة اليوم وقال رئيس الوكالة رفايل جورسي أنها مهمة تسعى لمنع وقوع حادث نووية نجحت قوات الأمن العراقية في السيطرة على الأوضاع بمحافظة البصرة عقبا للا اشتباكات مسلحة وأكد محافظة البصرة أسعد العيداني أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وآمن مشيرا إلى أن القوات الأمنية منتشرة في كافة أنحاء المحافظة أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن موجة الحر في البلاد تسببت بارتفاع نسبة الوفيات بواقع 29% في شهر يوليو الماضي وخاصة كبار السنة وأشار المعهد الوطني لدراسة الأجواء والمناخ في إيطاليا إلى أنه خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام هذا وتشهد أوروبا ارتفاعا غير مسبوك في درجات الحرارة فمنذ بداية أوسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند مستوى 49 درجة في بلدة فلوريدا في جزيرة سقلية وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977 فز فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح على نظيره نيو كاسل يونيتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدور الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بهذه النتيجة ارتقى فريق ليفربول إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدور الإنجليزي برصيد 8 نقاط بينما تواجد نيو كاسل في المركز الحادي عشر كما حقق فريق أنشستر سيتي فوزا كبيرا على نوتنجهام فورست من نتيجة 6 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدور الإنجليزية نهاية موجز التاسعان نعود لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة